السلام الابنات مرحبا بكم في القناة اليوم سنشارك معكم هاد كعب الغزل اللي بالتمر وبسكر غلاسي اللي رائع صراحة ومرمل رطب وفنس وقت كمية بسيطة ديال المقادر تتخرج لينو حد كمية كثيرة ونتمنى تعجبكم هاد الوصفة وتشاركو مع صديقة ديالكم كيف تتشوف هاد الكعب الزل يعني لديد ورطب وشيش مرمل الناس لي مت يبغوش لحلوة قاسحة ناجح مئة في المئة ودائما معتمد عادي من الوصف الحلوية اللي تنستعمل هاد كنشاركو معاكم هاد الحلوة الولى ومن طابة الحل غندير معاكم فيديوات ديال جوج الوصفات الاخرين ان شاء الله غنحطوه بالفيديو بفيديو باش ميجيش فيديو طويل هاد الحلوات كاملين صراحة رائعين الناس لي تيبغو الحلوة ديال ديال دوازاتي اول حاجة عدنا هنيا هو التمر يعني في الوصفة دينا التمر هنيا انا اخذت العادي ديال الضار فورتو درت فيه شوية ديال القرنفل شوية ديال القوزق شوية ديال المظهر شوية السانيدة صافي باش نكهتو ودرتو صبيعات رقاق عدني ارابعة ديال زبدة لدة وغنبدا ندير معاكم المكونات وحدة تابعة وحدة عدي فانيا وجوش خمارات يعني اللي غنستعملو مع ارابعة ديال زبدة ديال لدة عندي المظهر زيت السانيدة وطقيق هنيا ما غنحتاجو لعبار بالكاس لوالو وفنوس وقتها تعطينا وحدة كمية كتيرة هنيا غنحتاجو ثلاثة المعالقة تعد السانيدة انا درت هذه المعالقات اللي نتيهزو شوية كتير تقدروا تدروا معالقات ديال الحديد وهم هابطين شي شوية نغن دير ثلاثة المعالقة ديال المظهر هاد الحلوة الصراحة تجيز زوينة وما فيهاش واحد الوصفات كتير والناس اللي ما تيبغوش للحلوة فيها البيض يعني تنصحكم بهذا الوصفة تجيز صراحة زوينة تاني هنيا ثلاثة المعالقة دير الزيت النباتية وزيت النباتية ثلاثة المعالق المظهر ثلاثة المعالق السانيدة ثلاثة المعالق رابعة دير زبدة لده يعني من الاحسن انا تنستعملها هي وهنيا فانيا وهنيا عندي جوج خمارات هنخليهم هما الاخيرين تتنطرب نهبط اذيك الذبدة تتولي عدي شكل كريمي ضروري يعني باش متبقاش لنا تبالينا في العجينة ديالنا بالنسبة للدقيق تبقى على حسب الخاليط انا هاد المقادر تيهزولي تقريبا شي خمسمائة قرام او خمسمائة قرام وشي حاجة ديال الدقيق على حسب الدقيق ديالنا كدير عير هو اللي تم دون الكوفة ديك الزبدة ديالنا تنهبطوها باش تتولي بحرارة الليد ديالنا تتهبط تبدو ندخلو الدقيق وحنا تندخلو فيها وتندخلو ندخلو لما كترتوش دقيق او درتو واحد ميتين وخمسين قرام او قل رد العجينة ديالكم تتهبط لكم او تتشقق لكم في الطيب هنا تنديرو وجوش خمارات يعني في الوصفة ديالنا وهاد الكمية اللي تتشوفو غنقا ندخلو فيها يعني اذاك الدقيق شوية بشوية المهم تقريبا شي خمسمائة قرام اه هنا ما عبرتش لنا اللي تكون عندنا حلوة على حسب الدقيق ما تنعبروش اكثرية تنتحكمو يعني في القوان بيدينا لانا كين الدقيق اللي تيشرب لناك او الدقيق اللي ما تيشربش لنا يعني حسب الوحدة اشنو مقدية في دارها يعني النوعية ديال الدقيق اللي تيكون عندها يعني كل داقيق تيكون مختلف على داقيق علش هنا ما تنعطوش العبار مضبوط كين والحلوات اللي تكون فيهم العبار مضبوط وكين اللي لا مهم هنا يا انا يا دائما تنخدمها تقريبا تتزليها خمسمائة قرام او خمسمائة قرام وشي حاجة يعني على حسب النوعية ديال الدقيق تنقن نهبطه كبالكف ديالي وبالاصابع ديالي من منها تندوب الزبدة تنزيد يعني نهبطها مزيان وتتوليس يعني كريمية وفي نس وقت انا الدقيق ديالي تندخل فيه وتنبدن نجمع في العجينة انا ما زربت لفيديو الاولو باش شوفوا العجينة كي غيكون القوام ديالها يعني باش تشوفوا العجينة ديالي كيفاش تندخل فيها بالدقيق سوف تنقن نزيد كيف شته تبال لكم بالنار العجينة نشفات ولكن دقيق باقي ولكن هو رتي دخل يعني هاد القادية اهتموا بها بزف وغتشوفوا الكمية ديالي غتعطيني فالقصريا يعني لغنكمل العجينة وجمع ديالها بالدقيق هنا يد العجينة رمى فيها شلبيض والكرة تتجي مرملة الصراحة وتتجي بنينة وغا تعجبكم بالنسبة الناس لي متيبغوش تمر يقدر يدروا معجون كوكاو او اللوز يعني لانك هاللي يبغاو او يديرو كعب الزل خاوي رتيجي ناجح تاني في المئة في المئة يعني تبقى الخطيار دبا ديال العجينة ديالنا دوال قوام ديالها كيف ستتشوفوا يعني قاسح نوعا ما رمى شير طبق وغدا ندير واحد البلاستيكا على سطح العمل تنهز واحد الكورة من العجينة ديالنا تنسى ندير البلاستيكا خورا وتنسرح بالمدلك عادي لان العجينة ديالنا رطبة وغا نحتاجوا هاد القطاع اللي عندي دائرية ثم تتقدروا تستعملوا اي نوع واي حجم ديال الكعب الزل ديالكم اللي بغايتو طريقة بسيطة سهلة بالنسبة اللاطا انا ما تندهنش بالزيت تدير عير شوية ديال دقيق وما دهن در تالتا ورق الزبدة ما درتوش وهاد الكعب الغزارتي تهزب سهولة ما تيلسق لنا موالو يعني ما تخافوش منو ولو تديرو في اللاطا عادية يعني انا يا خدما خادما فهد اللاطا في العادية ما تيلسق موالو مع ذيك الزبدة تتخليه يعني اه رطب وفنسو وقت ما تيلسقش لنا صافي تنسرح وذيك العجينة ديالنا تتكون نوعا ما رقيقة مش رقيقة بالزيف يعني هم حلي غا نديرو مثلا بها الكعبه او عجينة ديال اللي غا نعمروا حلوة باللوز ولا عجينة رقيقة هادو كرة يكونوا خاصين بوحدهم لان الوصفة ديالهم خاصوا يكونوا رقق باش يجي العجينة ديالهم رطبها وفنسو وقت تكون عندهم خدمتهم بوحددة بنشارك معاكم ان شاء الله في الواصفات اللي غا يكونوا من هنا القداء هنا يا تنسرح العجينة ديالي وفنسو وقت هنا تنشوف دائما تنسا عنو بالبلاستيك باش ما تلسقش لنا في المدلك العجينة ديالنا وتنغطي هديك العجينة بالبلاستيك اللي انا مخشيتها موالو لانا عندي كمية قليلة ضغية غل ساليها هاد العجينة ضغية تتوجد صار سوف تنقطع بشكل دائري يعني ما يكون فيها الأدراجي لأولو يعني كن جيها المشرطة وجيها العادية انا قدرت العادية لانا غنخدم هير كعب الغزال ما غداش نديره صابلي كيف شتو الورقة ديالنا ارقيقة ناوانما وما غليداش كيف شتو تنحيد هديك العجين الزائدة اللي مقاتلينا وتنعود هير لويها وتنحطها هي متى تقساح موالو باش غنخشيوها الترخاف ولا شنو ولا نديرها في تلاجة هاد العجينة عير عجنيها صيبيها ما ستحتاش منك الوقت يعني كتير سوف يتدير واحد صبيع ديال التمر في النص الدائرة ديالي يعني التمر درتو رقيق لنا باش نخدم هدك الكعب الغزال لنا تدجي العجينة اكثر من التمر هنا ياخد ساعدنا عجينة محل صابلي يعني ماشي عجينة عادية سوف يتنديرو هكا يا التمر ديالنا وغدا نخدم هدوك الكعب الغزال ديالنا ساهل تنديرو هكا نفس دائرة على جوج سوف يتنبدا نهبط محل الكاب الصبعان ديالي وانا تلصق انا هنقرب لكم الكاميرا بشوفو سوف يتنبدا نهبط بصبعي ونشكل دائري وفمس وقت تنوقف الكعبة ديالي باش تاخد حجم ديال الكعبة صافي طريقة بسيطق سهلة تلمو بتاديئات الناس اللي تبغوا يدر يجربوا هدو الوصفة اول مرها يعني را ناجحة معاكم ما تخافوش منها عرح تافضوا على الكمية ديال الدقيق ضروري تدخلو في الزبدة مش يدقولوا عجينة را نشفة تبارك اللي نقا وندخلو في الدقيق تتنحسوا بالعجينة مقاش تاخد لنا صافي محلوك ايا تنخدم الكعبة ديالي كاملين وتنعود نسرح العجينة نفس طريقة هدو الوقت اللي تنكون انا تنخصيف فيها في الكعبة ديالي غرف هدو الوقت رانياتا تكون الفران دياله يسخون باش لي تدروا الحلوى في الفران بيرد لا تسهبط ليكم سواء حلوى بغي تشقق او حلوى اي نوع ديال الحلوى تتغير ليكم يعني تفل فورما ديالها او في الشكل ديالها من الاحسن يكون الفران سخون يعني هدو الوقت وحنا تنخدمه في الحلوى ديالنا يعني سيكون هدو الاثناء شعلين عليه وتيكون شعل من التحت وطافي من الفوق تنديروها الطيب يعني العافية من التحت منقوصة دائما الحلوى صاب لأي نوع نوقص الفران باش تتاخد لنا واحد اللون دهبي بارد وفي نتوق الحلوى تتنشف لنا تماما من الداخل يعني هدونا صائحة نقولهم في الفيديو قاعدت يدون ندوزهم انايا في المراحل ديالي او في الشقة ديالي تنحاول ندخلهم للبنات يعني باش ياخدوا انا رتنطيب عير في الفران ديال الجاز ماشي ديال الضو ولكن تنقص البوطة يعني تنخليها يعني تسخل لي الفران جيدا تشكل عافية لتحت وهو خطافي من الفوق تنخليها تطيب على خاطرها تنعودوا ندوروا اللاطة يعني الى العكس ديال الفران اللي كان جيها تتحمر على جيها را عار فينا المغربيات اكثر يا هالطريقة ومن بعد تنهبطوا الحلوى ديالنا تتشمع لنا عير شوية خد كين شي نوع اللي بخس الحلوى تتحمر وكين شي نوع اللي الحلوى ديالو خس الطيب ولكن تبقى بايضة بحل هدو الكعب لغزال خس لصابلي ديالنا يبقى بيض ولكن هو تنشف راكما مشتو في البداية ديال الفيديو تيتفرسط لي نفيدنا وهو في نسوق تبقي محتفظ على اللون ديالو الابيض يعني هدو هو الطريقة ديالو ديال الطيب اللي سنحمره بزافرة يجينا مار مع اطمر غنكملوا الكمية ديال العجينة ديالنا ولي غندخلوا الفران يعني في هذا الاتناء راني وريتكم الطريقة وغتشوفوا الكمية اللي خرج لي هدو العجينة بالنسبة لهد الخالط اعطاني هدو اللاطة كاملة ديال هدو الكع لغزال لا طرى عندي كبيرة يعني الشكل ديالها نتمنى تعجبكم هدو الوصفة وراتتخرج كمية كثيرة وتشاركوا مع الوليدات ديال ولكوم على شلا كيف شتوصابلي ديالنا بقبيض وهو مذهب واحد شوية يعني ماخداش واحد اللون اللي يحمر بزاف صافي هو سخون يعني تيح راقنا فيه دينا تنفنده في سكر غلاسي ما نخليوش يبرد لبرد ما غديش يخلي هدو سكر غلاسي يشدلينا فيه هدو يعني هدو المرحلتها هي مهمة ولكن ما تنستفوه لا في سوبي ديالنا وغلقوها هدو الحلوانه ما تدارش في التلاجه ستتبقى عير بره تتبقى مقرمشة وتتبقى محتفظة على الجودة ديالها ولكن ما تنستفوه ديالنا في السوبي ديالنا تتبرد عير هو الكعب الزخاس يتفند ووسخون هدو وشتك النهائي ديالو نتمنى يعجبكم وما تبخلوش علينا بلايك بلايك اه تن نشكر الناس اللي يشاركوا في القناة ديالي وخاق نتمنى الناس اللي يشوفوا الفيديوات ديالي يدعمونا وشاركوا في القناة ومرحبه والف ومرحبه وما تبخلوش علينا بلايك وبلايك وغاي يكونوا ان شاء الله الواصف هدو الاخرين ديال الحلوى فلاخه ان شاء الله في فيديوات جاية نتمنى يعجبكم هدو الكعب الغزال وتشاركوا مع اصدقاء ديالكم مرحبه بكم بسلامة